المغرب غليان للجبهة الاجتماعية مع تصعد للتوترات في العديد من المدن الكبرى التي تشهد مظاهرات ومسيرات لنقابات العمال مع توسع للإضرابات في العديد من الشركات المغربية في كل من الدار البيضاء والرباط عمال السحل تحق كذلك بالاحتجاجات تنديدا بظروف العمل الغير مستقرة وارتفاع تكاليف المعيشة هذا الضعف الذي يظهر فيه الملك محمد السجس هو يعكس حقيقة حتى الضعف وهشاشة الوضع دي المغرب سواء على المستوى السياسي على المستوى كذلك الاقتصادي على المستوى كذلك الاجتماعي هذا ولا تزال التساؤلات ترفع حول الحالة الصحية للملك الذي يقبع خارج الوطن لتلقي العلاج كما يسود الغموض هذه الأيام حول من يحكم البلاد في حال دخول المملكة في أزمة تراجعه كذلك ضعف الملك محمد السجس فاركة اختصاصات لأطراف التي هي أخرى الممكن بأنها تكون في الأغلب مستشارين داخل القصر العلاوي لكن كذلك تم التأكيد بأن هناك كذلك فاعلي لهم دولاتيين خاصة إسرائيل واللوبي الصحيوني هناك شغور في السلطة وداخل العائلة المالكة هناك صراعات داخلية مما يعني أن هذا يهدد بالتدهور أكثر وبالطبع أمن هذا البلد مهدد وما يعزز هذا السخط الاجتماعي رفض الشعب المغربي للتطبيع مع السهاينة الذين يعتبرونه خيان القضية الفلسطينية مطالبين الدولة للنظر في شؤون الاجتماعية للمواطنين كأولوية إن تطبيع مع السهاينة جريمة في حق الشعب المغربي لأنه تم ضد القناعات الإسلامية العميقة للشعب المغربي الذي يعتبر القضية الفلسطينية مقدسة هي مملكة المخزن التي تمر هذه الأيام بأزمة اجتماعية خانقة مع ارتفاع الضغط في دوائر النظام المتهالك الذي يستقبل يوميا إخفاقات خاصة مع صدور القرارات الدولية المؤيدة للعدالة واحترام قانون الدولي والمناصر لحق الشعب السحراوي